السلام عليكم أتمنى أن تكونوا بخير و على خير اليوم سنقدم معكم القغاطة البطاطا والكفتة والصوص طمات لهذه الوصفة سنحتاج الكفتة 1 ربعة الكفتة مع 1 بصيلة صغيرة التي قطعناها رقيقة قصبره مع دنوس سنحتاج الزعتر شوية مع التبزيرة الكفتة تحميرها ملحة بزهر كامل و سنحتاج بطاطا التي سنصل على القشرة مع 1 جوج غرق سيدنا موسى ثم سنقشرها و سنقشرها و سنزيدها مع الكفتة أول شيء سنبدأ سنزيد قليلا الزعتر مع الكفتة نقومها بزيان حالا هذا نحن نقومها بزيان نقومها بزيان نضيفها ملحة بنغرق ثم ثم نضيف البزار ثم 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 و الكمون سوف نخلطها جيدا لكي يجمعون العناصر من السجم من بعد ما معسنا البطاطا سوف نزيدها على الكفتة و نحاول نخلطها مع بعضها هذا سوف نجمع البطاطا مع الكفتة كما ترى بالنسبة للصوص الذي سوف نقوم بها سوف نحتاج الوصف المطيشة من المطيشة التي قطعناها من المطيشة من المطيشة التي قطعناها قصدها مدنس سوف نحتاج الوصف بيزا سوف نقوم بشكل واحد من الملقة الكبيرة سوف نحتاج الوصف بضع سوف نقوم بكس الماء من المرش سوف نحتاج الكمون البزار الملح و الملح و حما acontece وهذه الازيان سوف نجمع المقادر كاملين مرة واحدة سوف نضع المقلاء ونضع المقلاء ونضع المقلاء على خطرها لا تشرب لنا سوف نضع الجوج مع القصغار سوف نضع القصغار سوف نضع القصغار بالنسبة لي سوف نضع القصغار نضع نصف المقلاء نضع القصغار سوف نضع قصغار نضيف الملحة و نضيف الملحة نضيف الملحة نضيف السكر لن نضيف حمضة الملحة صغيرة و كافرة نضيف الماء عضي نحمlica كانت! و نضيف الملح في كل شي سوف نضيفًا ثم ماذا لنضيف ماء و نضيف حمض caramel سأخذ لطا تجاري ندهنها بالزفداد ثم سأخذ كويراس الكفتاء ثم سأخذ لطا تجاري ندهن في المدينة ثم سأخذ الكفتاء ثم سأخذ لطا تجاري ندهن سأخذ كويراس الكفتاء سأخذ الكفتاء ندخل الفران لكي تشرب و تشد راسها و من بعد سوف أعطيكم تقديمي ايدي اللبرة هذا هو شكل لصوصنا من بعد ما طابت سوف نضيف الكفتة لأنها طابت سوف نضيف الكفتة من بعد ما طابت الكفتة سوف نضيف لصوص طماط لا يمكن أن نكتر فقط كما تقود لا يمكن أن تقوم بها اكثر لماذا يكن الوقت كما تقوم بفضل لا يمكنها فكرة العشاء و م نمور رمضان فكرة الغداء خفيف و لا يمكن أن يتم تجعل أن تق απόها او لخصاتي تجربوا لغاستو تردو لي واشا جباسكو مولالا خلسكم الاخير ونتلاقوا في فيديو جايب سلاما